السلام عليكم ورحمة الله ورحبا بكم اليوم مع قناة لكي اليوم بإذن الله تعالى عدنا طبق صيفي رائع جدا بدون لحوم وأيضا سريع جدا غدين ديروا فلاكوكوت بطريقة ووصفة سهلة جدا صحية نتمنىكم تتبعوا لفديو الآخر وتدعموني بجام وتعليق وأيضا تشاركوا في القناة إذا كنتم أول مرة تشاهدوني نبدو بسم الله على بركة الله في طريقة التحضير هنا كما لكم تشوفوا عدنا مقادير جد بسيطة معدناش الحم معدناش أجبال ومعدناش بيت غادي نخدموها اليوم إن شاء الله فلاكوكوت لي هي طنجرة الضغط نحطوها أمامنا ونجيبوه هنا يا الزيت النباتي العادي بالنسبة هنا ليكون عندهم ريجيم ولا عندهم يتابعوا حمية غذائية معينة تخدموه بالزيت زيتون يعني ما كانش حرج بنفس المقادير حطيت حوالي هنا يا من ثلاثة احت ربع ملاعق كبيرة من الزيت النباتي فوتا هكا كما شفتوني فلاكوكوت باش ما تلتقليش ونجيبوه هنا يا البصلة البصلة هنا يا عندي زوج غرفية تاع بصلة عطيتكم اليوم مقادير مضبوطة جدا ولا دو بول بتاع بصل رقيق مبشور ولا طحنيناه في الروبو حطيت هادو كل زوج غرفية تاع بصلة ما يعادل تلت حبات متوسطين مبشورين عندي هنا يا بول واحدة ولا غرفية واحدة تاع طماطم ولا طماطس قلعت لها القشرة تاحا وقطعتها الى شرائح تكون غليدة شوية ومرفضة نحطوا هادو شرائح طماطم ولا تاع طماطس بهذا الشكل ونصدفوها فوق البصلة مهم جدا هنا يا الترتيب في الخضار باش من بعد ما تنحرق الكومش كي تديروها الطيب وهنا ماذا بيكم تدو هادو هادو الطماطس اللي تكون فيها العصارة وتكون فيها هادا كلجيبو بسك ما غاد ينضيرو ولا قطرة ماء في هاد الوصفة بعد لي حطيتها وسطفتها عدنا هنا يا اللوبيا هنا عدنا ربعة علي بولو لربعة الغرفيات من اللوبيا هنا يغسلتها وقطعتها بهذا الشكل وتقلعو لها الخيط يعني هاداك الخيط اللي يكون فيها لازم تقلعوه كي تنقو اللوبيا بس كي من بعد كي تاكلوها تكون في فمكم يعني ما تكونش مليحة هناي نحط نصف الكمية بفوق هاداك الطماطن بهذا الشكل وحاولو تقطعوها كيف كيف عندي هنا يزوج فصوص تاعتهم متوسطين غادي هناي نبشرهم ونحطهم هنايا في الوسط تاعة هادا اللوبيا الآن غادي نبدأ نتبل بسم الله هنايا غادي انتوابل تعنا عادنا يعني مشي توابل بزاف عادنا هنايا الملح على حسب رغبة كل وحدة هنايا الملح حوالي ملعقة ونصف صغيرة هنايا عندي الفلفل الاسود اللي هو الحرور من ربع ملعقة صغيرة حتى النصف ملعقة حتى حسب الدوق ونضيفو ملعقة صغيرة من السكنجبير اللي هو زنجبي المجفف مطحون ونضيفو هنايا ملعقة صغيرة غير مبتلئة من الكمون وهنايا بعد اللي حطينا التوابل راح نحطو باقي كمية اللوبيا كي ما راكم تشوفو هكا يعني هديك التوابل ومع التوم درناها في الوسط لخطرش هنا ما عادش نستعملو الملعقة يعني ما عادش نخلطو هنايا غادي نجيب الغطاء نبلع عليها بإحكام ونحطوه هنايا السفارة نحطوها على نار متوسطة خطر اللولع حتى اللي تبدأ تسفرنا الكوكوت غادي نقصوها على نار هادي أجدا يعني قريب طافية ونخلوها مدة عشرين دقيقة ونبعد نولولها بإذن الله احنا بعد مورور عشرين دقيقة شوفوا معايا هنا يا طابت لي ما شاء الله جات الزبدة يعني ما تشد لكمش الطياب هي عشرين دقيقة كافية جدا هي حتى الخمسة عشرين دقيقة كافية لكن أنا يزد لكم خمس دقائق يعني كل وحدة ونوعية اللوبيا اللي استعملتها كاللوبيا تحها تكون طيابة كين صديبون على حسب الخضرة تحها كيفاش كيفاش دايرة هنا يشوفوا كيفاش ضطني هدك الماراق شوفوا هنا يطلقت لي هدك الروا ما شاء الله ما درت لها ولا قطرة ماء يعني طابت غيب البخار صحية جدا شوفوا معايا هنا يا هنا يبعد لي غادي نخلطها غي هكا شوية بملعقة الخشب ونعاود هكا غيب بطنجرة الضغط كي مرا نندير باش ما نقصر هاش وما نخصرش لا فوع متاحا غادي نحطها فوق النار تتجمر تشرب لي كا حدك الروا اللي فيها و هدك الماراق ونتقابله ان شاء الله في سحن التقديم بإذن الله تعالى هنا لإخوة والأخوات ها هو طبق تاعنا صحي جدا شاهي رائع جدا بدون لحوم وبدون أي تكاليف حطيتها معا هنا يا الحار والجوار راهم شوي كما تقدروا في هاد الوصفة تديروا معاها قطع الدجاج تقدروا تديروا معاها اللي بولت على الكفتة كما بغيتوا كمشتوا هنا يا وصفة اليوم سهلة جدا اقتصادية والأهم من هذا كل شيء انها صحية جدا ان شاء الله تجربوها وتردوا لي في تعاليقكم وايضا تشاركوها في موقع التواصل الاجتماعي لتعوم الفائدة هنا غد نرفلكم شوية باش شوفوها كيفاش طابت انها تطيب لكم في هاد الوقت تاع عشرين دقيقة ان شاء الله الى وصفة المقبلة بإذن الله تعالى استوضعكم الرحمن والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته